بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين على مائدة نهج البلاغة وكلام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد خواص شيعته حارث الهمداني في رسالة رقم 69 حقيقة نهج البلاغة بات مهجورا عندنا هذا الكتاب القيم الذي ابن أب الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة في خطبة رقم 221 لأمير المؤمنين صلوات الله عليه الخطبة اللي فيها معاني سامية عن أحوال الإنسان بعد الدنيا والبعض يقول أن هذه الخطبة لعلي عليه السلام في تفسير سورة الهاكم التكاثر خطبة رقم 221 ابن أب الحديد المعتزلي يقول لقد قرأتها ألف مرة ألف مرة يقرأ هذه الخطبة وأنا وأنتم لا نقرأ و لا نتمعن و لا نقرأ كلمات علي عليه السلام قراءة دقيقة موضوعية و نحن من أتباعه وصلنا إلى هنا من كلامه عليه أفضل الصلاة و السلام إلى حارث الهامداني يقول له يا حارث بعدما تحدث أمير المؤمنين روح له الفدا عن حال الإنسان من عبرة في الحياة الدنيا يأتي علي عليه أفضل الصلاة و السلام يقول له و عظم اسم الله يا حارث و عظم اسم الله أن تذكره إلا على حق اسم الله عليك أن تعظمه هذه العبارة لأمير المؤمنين فيها كثير من الكلام و المعاني يمكن أن نقول عظم اسم الله ذكر الله تعالى بمعنى أكثر من صلاتك من قيامك من عبادتك من ذكر الله عز وجل بشتى أنواعه هذا نوع لعل المقصود من كلام أمير المؤمنين روح له الفداء هنا و عظم اسم الله يعني لا تهن اسم رب العالمين كما اليوم نجد عند بعض من الناس اسم الله على ألسنتهم بسرعة يقول والله بسرعة يقسم بذات الله عز وجل تدرون خب إذا كان على كذب في الرواية عندنا يهتز لها عرش الله عز وجل في الرواية عندنا عن الإمام الصادق صلوات الله و سلامه عليه إذا قال الإنسان يعلم الله كلام إمامنا الصادق عليه السلام إذا قال الإنسان يعلم الله كذباً يعني قالها كذباً جاءها أو جاءتها من السماء كلمة من الله عز وجل الله عز وجل يقول ما وجدت شخصاً غيري أنت تقسم بي كذباً و زوراً هذا مذموم أيها الأحباء إحنا علينا أن نتحاشى هذه الأمور هذا الشيء المتفشي اليوم في مجتمعنا تدرون كم هو مكروه أساساً القسم الحلف اليمين و على الإنسان إذا كان كاذباً في الحلف عليه أن يدفع الكفارة كفارة الحنف و كفارة اليمين غير أنه ارتكب محرماً أمير المؤمنين روح له الفداء يقول و عظم اسم الله لا تهن كلام رب العالمين أو أنك تقول تقسم بالقرآن أو أنك تقسم بكل شيء مرتبط بالله سبحانه و تعالى بالكعبة المشرفة تقسم بأسماء الأنبياء تقسم بأسماء الأمة عليهم أفضل الصلاة و السلام هؤلاء هم أولياء رب العالمين مو بسهولة ترى القسم إذا كان كذباً يهتز له عرش الله سبحانه و تعالى علينا أن نلتفت إلى هذه الملاحظة المهمة و هذا الدرس من أمير المؤمنين الروح له الفداء و الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر